معارك عنيفة شهدتها هذه المناطق من مديرية خبو الشعف تحديدا منطقة الغريميل هذه المنطقة التي صارت اليوم تحت سيطرة قوات الجيش الوطني بعد أن خضفها معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اليوم تتوجه قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير هذه المديرية كما تشاكدون هناك جبال اليتمى هذه الجبال التي ما تزال تحت سيطرة ميليشياء الحوثي والمخلوع صالح والتي تعتبر المنطقة مستهدفة من قبل قوات الجيش الوطني مدفعية الجيش تقصف إليها أيضا طيران تحالف العربي يكثف غاراته على التمركزات ومواقع وتحركات الميليشيا في تلك التباب وأيضا في تلك الجبال البعيدة كما تشاهدون كما الكاميرا توضح لكم في الصورة الآن أيضا هناك تحديدا تتواجد ميليشيات الحوثي وتعزز من آلياتها العسكرية وأيضا مع عسكرات تدريبية قبل أيام استهدفتها غارات الطيران تحالف العربي يقف إلى جوالنا هنا أحد أفراد الجيش الوطني ليحدثنا عن تمركزات الميليشيا وأين تتواجد والخطة العسكرية للجيش الوطني في هذه المنطقة الحمد لله تم السيطرة بهذه المنطقة التي تشاهدونها بالكامل وكما تشاهدون مواقعنا هذه الأمامية بالتكاهل يتمه والحمد لله العدو رغم أنه متمركز بهذه الأماكن إلا أنه ضعيف وكل يوم نحن نهجم عليهم ونأخذ أسلحتهم من المتارس وهذه اليتمة كما تشاهدونها إن شاء الله بالأيام القليلة ونحن إن شاء الله برأس هذا القبل المظل على اليتمة إذن هذه هي الصورة الواضحة عن منطقة اليتمة وعن الأجزاء الصحراوية من منطقة خب أو من مديرية خب والشعف والتي صارت اليوم تحت سيطرة الجيش الوطني تحديدا قوات الحرس الأول حرس حدود عفوا هذه القوات التي استطاعت أن تجتاز مناطق صحراوية للوصول إلى هذه المناطق الأمامية وإلى هذه المتارس الأمامية من مديرية خب والشعف على الجرابي قناة بلقيس الجوف